سباق مع الوقت تخوضه فرق الإنقاذ من أجل العثور على الغواصة السياحية تايتان التي فقدت في طبعا رحلتها إلى منطقة حطام السفينة تايتانيك في مياه المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص على الرغم من ترجيح نفاذ الأكسجن داخل الغواصة إلا أن عمليات البحث لا تزال مستمرة أملا في العثور عليها خاصة بعد تقارير عن سماع ضوضاء تحت سطح البحر في منطقة قريبة من نطاق البحث ما الذي حدث لهذه الغواصة وماذا عن مصير ركابها معنا من الأسكندرية في مصر مدير الكلية البحرية السابق اللواء محفوظ طه مرزوق مساء الخير سعادة اللواء محفوظ طه مرزوق يا ترى لماذا وعلى الرغم من كل أسطول الإنقاذ الذي تم توظيفه منذ أيام طائرات وسفن إلا أنهم فشلوا لغاية اللحظة في الوصول إلى مكان هذه الغواصة مبدئين أنا بشكر حضرتك على هذا السؤال وطبعا عشان نفهم أساسا يعني الاستراكشرة بتاع البحث بيتم إزاي بيتم أصلا طبقا لآخر موقع معلوم للهدف اللي هو المفقود ومش هسميها غواصة هي ساب بارسابول يعني جهاز غاطس وليست غواصة وفيه فرق كبير بين الاتنين فبيسموه The Last Known Contact ده هو أساس السيرش طبعا بعبين له إزاي أطلب أطلب لا فيه جي بي أس في الغواصة ولا فيه حضرتك كوميونيكيشن في الغواصة حضرتك نتيجة لأن أطلب ما فيهش انتشار لبوجات الكهرباء النطسية في المية لغاية عنق 20 أو 30 متر وتبقى طبعا لطول البوجة بتبقى عايزين طول البوجة كبيرة جدا ده غير متوفر طبعا هم أطلب بيحدده إزاي هو بيحدد البكات بتاع الغواصة حددتها السفينة الأم بمنظومة اسمها Ultra Short Acoustic System Ultra Short صغير جدا يعني موجة قصيرة جدا وبالتالي مداها جامد جدا مداه قليل قوي هذا المدى بيبعث ده الغواصة الغواصة فيها بوجيب تحت بيروح باعت إشارات المسافة اللي بتوصل فيها إشارات ده كمبيوتر بيحللها زمن في سرعة انتشار موجات صوتية تحت تلبيا يحدد الموقع لو طيلا خارج وده مش موجود يعني ده مش موجود لهذا الجهاز الغاطس على فكرة أنت قلت فكرة جديدة أنه ده مش غواصة ده جهاز غاطس الفرق بيناتهم إيه يا أستاذ مرزو الفرق كبير جدا ويمكن هضايع الحلقة أطلا ده ما فيهوش نظام للبالست خلت بقى الحضراتك يطلع وينزل ما فيهوش تحكم ما فيهوش باور ده فيه أطلا ربصات صغيرة كده واخد بقى الحضراتك للتوجيه بس اسمها واخد بقى الحضراتك وما بتمشيش لتلاتة عقدة يعني شوية طيار مثلا فيه في المحيط طيارات توصل أربعة خمسة عقدة تخدها تسحبها في الانتجاه العكسي ترميها في حتة تانية أو ترميها لأعبق أكتر أو طبعا أو ترميها أطلا على الحطام فتتعلق في حاجة في الحطام احتمالات كدير فده أطلا اسمها ساب ميرسيبول فيش غواصة قال تيزنة ساب مري ده مدعية طيب برأيك يا أستاذ مرزوق أستاذ مرزوق فقط نريد أن نستفيد من خبرتك برأيك ما الخطأ الذي حدث لدرجة أنه فقدت هذه الغواصة لا أخطأ كتير ممكن أنها تحصل أنها تفقد ولكن اللي احنا شايفينه لأن حتى البيانات من الممكن يكون الموقع غلط أطلا وبالتالي الستركشور أو الديتا من اللي تبنى عليه مخطط البحث كله ده يبقى هو طبعا بيعمله حاجة اسمها خطأ موقع ومتوسط مربع خطأ وحاجات زي كده بس بيكبر المساحة جدا وحضرتك عارفة إنما مثلا لو كان فيه الاحتمال مثلا ما هي غصة يطلع فوق السطح لأن هي قطأ فقدت بعد حوالي ساعة ونص تقريبا يعني في نص المسافة من القاع فإما هو عمل لأحمال عنده أو ريليز لأحمال عنده فطلع على السطح أو إن هو فيه طيار زي ما قلت لحضرتك خده لمكان تاني ولأعماق تانية هنفسك الحالتين في الحالة لو نزل تحت المية زي ما قلت لحضرتك ما فيش أي نوع من أنواع لتصلي إنه خرج خرج خارج النطاق المنظومة اللي هي بتاعة تحديد الموقع بتاعته ودي منظومة دايقة جدا الحاجة التانية من وجهة نظري إن لما لما سمعوا إن فيه خط يعني فيه ضوضاء لم تستخدم أحدث أو أحسن أو أفضل الوسائل في البعث عن الضوضاء يعني إيه يعني لاتر هو سمع طبعا حضرتك فيه حاجة اسمع ambient noise يعني بتيجي تسمع حضرتك حتلاقي أطلا فيه صوت لكل الحيوانات البحرية والتيارات البحرية الموجودة تحت الماء يعني يعني أصبح لبسؤال آخر واضح الآن الأكسجان أو العمر الافتراضي للأكسجان تقريبا انتهى الأكسجان الموجود داخل هذه الغواصة أو هذا الجهاز الغاطس كما سميته هذه الساعات صعبة جدا على من يكون في الغواصة خصوصا مع ضغط الماء الموجود هل يمكن أن تعطينا فكرة عن مصير هؤلاء كيف ينتهوا في نهاية المطاف ما حدش يقدر يقول لحضرتك طبعا بصيرا وهو طبعا هما أطلد ناس محترفين يعني مدام محترف يبقى هيقللوا الحركة جدا المفروض وهيقللوا معدلات استهلاك الأكسجين جدا واحتمال أن يكون حد فيهم الأكبر سنة أو الأكثر تعبا اللي صحته أضعف يكون مات فوفر أكسجين وقلل انبعاث لأول أكسجين الكربون في نفس الوقت فبالتالي المعاد اللي هو نظريا قلنا إنه انتهى ممكن يكون لسه ما انتهاش ده واحد اتنين لو حصلت حريقة زي ما تقال قبل كده نتيجة لمس فدي حيبقى فيها استهلاك للأكسجين كبير جدا خلاص فممكن جدا أن حتى الزمن ده برضه يقل هتبقى الاحتمالات أنا بس عايز أوضح نقطة معينة أن أول بسمعوا الصوت ده فرموا عوامات صوتية العوامات صوتية ما بتجيبش مسافة ده تجيب اتجاه بس فبالتالي هيطر يدي عوامات صوتية أقل وما يقدرش يعمل بزيليوشن للأمبال لنويز لكن أمريكا عندها كيبل مقطور خلاص يعني يعني كيبل هيدروفون أري خلاص ده من زمان من أيام الحرب الباردة واخدبال حضرتك ده بيتقطر ده بقى مدى قد الهيدروفون اللي استخدم ده أو الهال مونتد مثلا بتاعتم المرات أو عشر مرات فبالتالي يغطي مساحات أكبر بالإضافة إلى أن فيه حاجة اسمها السيجنال تنايز ريشيو اللي هو عشان نميز الصوت المحدد من ضمن أصوات المحيط نعم يا أستاذ مرزو انت عارف الحيتان الحيتان لبتخبط فبعضها يعملوا برضو الصوت ده واختبال حضرتك صعب ده عشان يقدر يميزه يعني هذا عالم محيطات عالم يعني يتجاوز يتجاوز حتى التكنولوجيا كما نرى أنا منداج ليه ما طلعوش ليه ما طلعوش طود أريز لغاية أو سيد اسكنسونر وشكرا يا فن شكرا اللواء محفوظ طاها مرزوق مدير الكلية البحرية السابق من الأسكندرية شكرا شكرا